مبارح مجلس إدارة اتحاد الكورة اتخذ عدد من القرارات المهمة في تنظيم الموسم اللي جاي كانت في بعض القرارات الجديدة شوية في تنظيم المسابقة أو في وضعيتها لكن كان أهمها الاتفاق على استقرار الدور الجديد يبدأ 16 أكتوبر ويبدأ بنفس الشكل الحالي كان فيه محاولات لتعديل النظام اتفق أنه هو يبدأ 16 أكتوبر ب18 نادي بنفس الشكل اللي عليه شوف أستاذ إبراهيم تمنا طبعا يبقى فيه محاولة لأنك تضغط الأندية لكن خلص خلينا لكن كويس التاريخ ده التاريخ ده ممكن يتيح الفرصة لراحات وحجازة كده هيبقى بعد من انتهاء الدوري عندك حوالي شهر وأسبوعين أو العشر تيام ودي الأول مرة تحصل يعني هتريح أسبوعين وتستأنف فترة تعداد ده مهمة جدا أنك بس كل الفرقة تطلع عجازة سلبية كل الفرقة ترجع مع بعضها كل الفرقة تتجاهز مع بقى خطة على مهلة كده تحطها لاستعادة المكان تمام الجديد بقى يعني تقرر بقى استحداث مسابقة الممتاز به القسم الأول به من 18 نادي وده قرار مهم جدا يخلق فيه مسابقة بجانب المسابقة القسم الأولى تقدر تسوقها زي الأولى تقدر تسوقها زي الدور الممتاز وتقدر تعمل فيها مستويات قوية يكون دا دعم للمنتخبات هي باش دي بقى هيدا أستاذ إبراهيم دي اللي محتاجة بقى إيه حاجة سثنائية لأنك انت رجعت زحلقت الدرجة الثانية بما جميعها حطيت حاجة في دوس خط المميزين هتعمل منهم 18 نادي يعملهم سابقة قوية وممكن تسوقها بالضبط الشغل على فكرة الدور الإنجليزي في ست مستويات بعد كده بقى القسم الثاني هيبقى ست مجموعات بمشاركة 72 نادي 12 نادي في كل مجموعة القسم الثالث 12 مجموعة والاتحاد اعتمد عقد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول واعتمد عقد روجيرو ميكال المدير الفني للمنتخب الأولمبي وتعين معها رياض شيتوس مدرب مساعد وعصام الحضر مدرب حراس مرمى واعتمد عقد الإنجليزي ماركك لاتنبيرج دي فيتوريا ممعوش حد مصري لا لغاية دلوقتي لا وانت اعتمدت خلاص بقى كده اه اعتمد هو قالك عنده فرصة الراجل لما سألوه نقدر نجيب مساعد مصري قال له ممكن تجيبه مساعد مصري عشان يتعلم مش عشان يدير ولا يشتغل يعني عايزين تحط حد صغير ايوه عايزين تحط حد صغير معايا ضمن الجهاز يتعلم ويتطور هو دي بقى النقطة الوسط الرياضي ما بتعملش معاه صح قاعد يقوله عالجهاز الفني اللي معا كيروش ايه مالوش لازمة ما بيعملش حاجة ما بيقولش ما خدوش بالهم ان الجزء ده اهم من انك تقول تقول لي ايه متى لو عندك اللي تقوله انا عايزه منك ما هو مش انا ما جيبش حد اجنابي لكن هو مش هيسمح لك تقوله لتعيد ايه هو وهو الطبيعي انت مساعد يعني يعني ماتش يوقف يكلمك ويقولك يقولك ما يقولون وليه ما بيقولون طيب كمان كلفه الدكتور يهاب الكومي عضو المجلس برقاسة بعثة منتخب مصر الفين وستة لمسافر الجزائر لكاس العرب وتعيين محمود حرب مديرا اداريا للمنتخب الولمبي والموافقة على عرض الاتحاد القطري لاستضافة مباراة السوبر المصري السعودي واعتماد تعليمات القيد ودي مهمة بقى العشرين للدور المسم الجديد فتح باب القيد أول تسعة قيد تلاتين لاعب في القسم الأول وهنا كان فيه ميزة قالك فيه خمس لعيبة من موليد تسعة وتسعين والفين هو دلوقتي خلت تلاتين في القسم الأول يعني قندية الدور الممتاز كل نادي بيسجل تلاتين وكل نادي عنده مسابقة لألفين وواحد دور الشباب في ألفين وواحد من حقه يسجل خمسة وعشرين زائد خمسة من موليد تسعة وتسعين وموليد ألفين وواحد ألفين تسعة وتسعين وألفين منه خمس لعيبة فده بيرايح تحت بيرايحهم تحت وعندهم فرصة لعب فوق ويدعبهم فوق ويدعبهم فوق دي كانت نقطة مهمة يعني برضو تلاتين بس منه خمسة موليد ألفين في خمس لعبين أجانب لكل نادي شال الاستثناء بتاع اللعب الفلسطيني أو الشمال من شمال إفريقيا خلاص هم خمس أجانب في قيمة كل فريه في الدور الممتاز في القسم الثاني مسموح لكل فريه باتنين أجانب وفي القسم الثالث لعب واحد أجنبي لن يسمح دي النقطة مهمة بقى لن يسمح للمدير الفن المتعاقد مع نادن أن يتولى مسئولية نادن آخر حال فسخ التعاقد من جانبه أي مدرب يفسق عقده مع نديه أثناء الموسم عشان يروح يدرب فرقة تانية لا مدام أنت اللي فسخت قعد في البيت لغاية لما الدور يخلص طب لو النادي هو اللي فسخ لك عقدك لك فرصة واحدة تدرب نادي تاني كمير ده معناه وده مهم جدا جدا هو محترم شوف الواحد لما فيه قرارة محترم لان مشيت بيها أي معناه أنا بمرن داي ما حصل السنة اللي فاتت يعني نادي سموحة مدربه في سموح لا ما يسيبش يروح نادي تاني نادي المحلة مدربه في المحلة لا ما يسيبش يروح نادي تاني لكن لو هو نادي المحلة أو نادي سموحة فسخ العقد يروح أي نادي يعجبه فهنا مش هتقدر بيرامد مش عارف ياخد منين الأهلي مش عارف ما ياخدش منين الزمال نفس القصة إذن عايز عايز تفسخ عقد مدربك التحور بس هو يسمح له لو أنت فسخت عقده يروح نادي تاني لو حد عرض عليه حد لكن لو أنت عايز مدرب في نادي تاني مش هتعرف تاخده حيقول له إيه خلاص يا حبيب هنا يا جماعة فيها نقطة مهمة الحفاظ على أمانة وأخلاق العمل جدا لأن دي نقطة كانت مهملة عندنا جدا لو قيم فنية لنتم تبتدينيش موسم تلاقي مدرب اختارت اللعيبة وبتاعه وقالت بزرعة واحد بيدرب فرقة عنده الهارد بتاعها كله كل صغيرة وكبيرة عنده فجأة يروح سيبها ويروح يلعب أو يمسك فرقة تانية يلعب ضدها طب ما أنت خلاص أنت معاك الهارد ديسك بتاع الفريد ده كله أنت تمنت على هذا العمل خلال توليك المهمة عارف كل إمكانيات الفريد وكل ظروف اللعيبة وظروف النادي ما ينفعش تستغلها فيهم نفسته بعد كده فدي نقطة أخلاقية الحياة يحيي عليها اتحاد الكرة أنه تصدى لها بهذا الشكل بعض الناس هتسأل طب وأنا هعرف منين إذا كان النادي هو اللي فسخ العقد ولا اللعب ولا المدرب هو اللي فسخ عقده الحقيقة البندت قال أنه النادي اللي رايح يوسق عقد المدرب الجديد قبل ما نوسق له عقد المدرب الجديد يقدم ما يفيد سبب رحيل المدرب السابق أنت ماشيته ولا هو اللي ماشي هو هنا بيتمسك بقى من لسانه قبل ما تروح توسق عقد مدربك الجديد طب لو قالك فسخنا بالطراضي يعمل لا فيش حاجة اسمها بالطراضي لا فيه في واحد منهم هيتحمل المسؤولية اللي اتنين هيتحملوه لا مهندي مش متحمل حاجة آه أنت فسخت بالطراضي يبقى انت راضي أنا بس بقول المشاكل اللي ممكن بتظهر ولم يظهر فيها نص لكن إذا فسخت بالطراضي يبقى انت راضي يبقى ما تضطرداش أرفض أرفض أنت مش عايز تمشي بالزبط كمان سمح لكل فريق بقيت ثلاثة لعيبة في قائمة الانتظار حتى يناير دي كويسة أبا شماندس كويسة بس عايزة تتفهم إيه بقى أنت الوقت يديتني تلاتين تلاتين وديتني ثلاثة لحد يناير يبقى بتوعي لو عايز أخد منهم حد أو محدش جاب ترتة الأعراض حدش جاب أنا من حق أعير أدي إيه ولا هو لازم بالتلاتة الحتة دي مهمة جدا لأنه كان فيه كلام الاندية بتعير بالعشر لعيبة والتمل لعيبة ويرجعوا لهم أو بيلعبوا ضدهم أو يعني أنت كنت سامح بأعراض هل هيبقى في حدود التلاتة اللي من قائمة الانتظار ولا الأعراض ماشي زي ما هي لأنه كان بيقول لك عايز تعير لعب حطه في قائمتك ودي كنت ستبقى عيبة على القائمة لأن إيه أنت هتلعب لنقص يعني حطه في قائمته وطلعه ومش مطلعه كده اللعيبة تضر الأندية اللي محتاجة كواليتي معين من اللعيبة تضرد اللعيبة نفسها تضرد أي فموضوع الإعارة ده ما جادش يسيرته هل معناها أن الدنيا ماشي زي ما هي أو لا ياريت يبقى دي مجال استفسار ونجاب عليه بعدين الموقف من الإعارة طيب البند المهم قوي ولازم أن أخذ رأيك فيه لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص ما هي دي بقى السلامة الميلة قلناه قلنا لكم يا جماعة الناس تعرب ميزانيتها دي وإنفاقها هيكون إيه لو هو إنفاق في إطار الميزانية المقدمة بيقول له الترخيص بتعكو لو أنت هتتعاقد ونكتشف أن المبالغ المتعقد عليها أكبر من ميزانيتك هنقول لك أسفيد مفيش ترخيص أو أنت ما تقدرش تعمل أو مش هنوفق لك على الكلام ده هتقول لي في الأدي حين ممكن تتفق مع بعضها يبقى فلوس من برد هتعمل إيه بقى هتقول أنت بتزبط دي خطوة خطوة جيدة أحسن من مفيش خطوة جيدة طلبنا بيها مرارا وتكرارا ودي هتزبط إيه بقى هتزبط الأسعار شوية الأسعار وأكد كل الأندية دلوقتي عندك سقف أنت نعبر عنه ميزانيتك طيب قول لي بقى بخبراتك وهل حد ممكن يكتب ميزانيات يعني غير وقعية إزاي هيتحسب عليها من جمعية العمومية هيتحسب عليها ضرائبيا يعني صدنا من الجمعية لأنه هتقول لك فيه مؤسسات فيه مؤسسات فيه مؤسسات في الدولة تراقب أنت مقدم بيزانية مش هيقول لك سرفتها في إيه طب فين المتبق منها مش متراقب ماليا إذا كنت قطاع عام عندك تابع القطاع العام هتراقب عندك قطاع خاص عندك جمعية العمومية من الجالي الأعمال لا ما فيش كده عشان كده أتصور ربا شواندس الحل الأمسى الرقابيا من المنبع أنه اتحاد الكورة يغطر الرقابة الإدارية بالموقف المالي الكلية حيحصل ما فيه إجراءات هو الرقابة الإدارية هتفعل تتفرج ما الضرائب بتجيلك ليه عشان فيه رقابة إدارية وفيه ضرائب بتدور على حقوقها وفيه لعيبة هتبقى مسكة في حقوقها وحتحول توصقها بقى وفيه أندية ملتجمة أمام جمعياتها العمومية سواء كانت من رجال الأعمال أو حملة الأسهم أو من الأعضاء كلهم يرقبوا هذه الميزانية فيه طرق رقابة فيه تحايل ما فيش حاجة ما فيش تحايل ما فيش حاجة ما فيش تحايل ما فيش تحايل أنت ممكن تيجي تدي لعيب وتقول له حديلك من محب برا برا الميزانية بس حكت بعادة قد كده هتثبتها إزاي؟ أي هتثبتها إزاي؟ هتثبتها إزاي؟ هتثبتها لو تعرض عليه عرض رسمي من نادي تاني بمبالغ أكبر فحيقول أنا ليه وفقت هنا ما وفقتش هنا؟ هنرجع للحب والولاء شوف اللي عايزي ليه؟ لكن حدود التلاعب هتتلام أتوقع هبوط الأسعار أتوقع هبوط المرتبات أتوقع انضباط إلى حد كبير في العمل الكروي نتمنى نتمنى أن ده يحصل زي ما نتمنى كمان فيه خبر أنت بس إيه فات منك؟ قول يتم عمل أشياء لبان أعمار اللعبين آه تزوير لأ انت عارف فيه إسورة بيلبسوها عشان يعرف من الرسم ودي أفاحد بفرصتنا في بطولة من البطولات الإفريقية أيو لما تمنع خمس ستة لعيبة الإسورة صفارت وإيه فقا تبيتهم فده ده كويس لأن الحقيقة اللي بيحصل إيه لما يكون واحد مسنن أي ويلعب في الأعمار الزغيرة دي بيبقى قوة من زماله فيبقى بيحجي بالفرص على اللعب موهوبين حيتقلقوا بعدين أي يعني أنا لسه كان فيه حد بيكلمني أنه كان بيلعب كورة في الناشئين ويعني بطل وبطل عشان اتجاوز لا لعيبة قالك أن جوز هو ناشئ لا لا صدقل إيه إن فيه لعيبة زيت ريزي جي كان اللعب حيمشيها عشان دمج أعمار دمج أعمار وهو ما كانش لسه بالقوة إن يجاري هذا الأمر لكن لما كبر وسنه بقى الطبيعية فيه عين خبيرة زي كابتن عمر أنور ما مسك المجموعة دي قال لهم لا الراجل ده ما يمشيش حييجي فجاء جدا يعني فده اللي أنا عايز أقوله إنك المسنن بيطيح بواحد ملوش زم هي تزوير يعني هي تزوير ما يجيبش خير أبدا وإشاء كده بقولك ما تحطيلي النقطة عكد في الغلط ده تزوير يا حبيب شكرا للمشاهدة